رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما طريق السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة سكوزين فاميلي ومشاء الله قد نشترك معكم ثلاثة الوصفات لوجهت نهار ديال الاول ديال الفطور كما كتشوفو هنا يا مثل من القرمش وصيدا ونشارك معكم كذلك وحد الكيتا اول حاجة ما تستغربوش قد نستعمل هاد اخيزو هادا وغا نستعمل حتى الاوراق الخضراء ديالو غيجربوهو مشاء الله ما قدش تندمو هادو عكس القصبر والمعدنوس يعني كيبغي واحد المدة فطهي اه قطعتهم هما وخيزوته هما قطعة صغيرة وهنا نصف حمضة مصيرة غنزيد هنا شوية ديال الماء وغدا نغطي عليه ونقص البوطة ونخليه الطيب تقريبا شي عشرين دقيقة باش حتى هذا كالربيع كي طيب كيجيل ديت بزاف غسلوغي مزيان مع شوية ديال الكربونات شوية ديال الماء وشلوه مزيان صافي وطيبوه ركي يجي مزيان هنازلت شوية ديال الملح وشوية ديال زيت الزيتون وصافي كيف قلت لكم هادا نغطيه ونخليه طيب هنصافي طاب مزيان غنزيد هنا شوية ديال تومة شوية ديال هريسة وشوية ديال كامون حبوب وشوية ديال زنجبيل صافي ديال ما غديش نرجعي طيب صافي نخلطو مزيان وغدا نزيد شوية ديال اللوز محمر وشوية ديال زنجلان حتى هو يكون محمص يعني كل شي يكون محمص غيشي شوية حمصو شوية هكذا في الفران ونقطعوه قطع باش مني فيما كان يعني مني كان ناكلو ذو كلي سيقاخ كنطيحو فاذا كل لوز مقرمش مع شوية ديال خيزو وكتعرفو بان الخيزو محمد كيتواتم زيان مع مع اللوز وزنجلان حتى هو يكون محمص صافي هنا غدا نعمر هاد القنينطات ديالي هكذا الى بغيتو تقدرو تزيدو اه دجاج دجاج كيتواتم مع هاد الحوشو هادي وهدي طريقة باش لوليدات كي يكلو اه يعني الخضاء الخضراء اه انا احب باش اه غدا ندهنت هاد الورقة غيب شوية ديال زيت السيتون حاولت ما استعمش بزبديل الدهون باش حتى انا قدر نخدوه مع شربة ديالي هانا قدر ندهو باش غدا نوجدوه الحشوة التانية الحشوة التانية هانا عدنا البرو عدنا تقريبا شي اربعة عندي البروات كبار قطعتهم غنديهم اي تشحروا وهنا عندي اه الفطر اه الا لما توفرتوش عليه ممكن تستغنوا عليه ماشي مشكل اه الفطر حتى هو غدا نشحروا مع زيت الزيتون هانا كيف كتشوفو يعني شحرتهم مزيان حتى خاص هادا كل يعني هاد البورو هذا سيتشحر لينا مزيان انا ما كانش عندكم عوضوه بالبصلة الخضارية حتى هي كتجي مزيانة وانا ما كانش عندكم شومفينيو عوضوه بشوية ديال البطاطا يعني اي بتاطا عندكم اه كتسلقوها وتقطعوها قطع وكتزيدو هركة وتم زيان فيتمنى نزلت واحد الحشوة بالبرو والبطاطا نستعمل شوية ديال الكوركم وشوية ديال الزنجبيل استعملت الكوركم الطري ممكن تستعملو الكوركم اليابس هنا عندي واحد واحد يعني حفينا هكا ديال الزيتون مقطع قطع صغيرة حتى وكيت وتم زيان مع المضاق ديال البورو وهنا القصبر والمعدنوس والملحة كتبقالة حسب الضوقة ديالكم هنعد الحشوة هادي استعملتها كتير بزيف ممكن تنقصوه الى بغيتو هنا غنستعمل ستا ديال البيضات وغدا رجع على على البوطة حتى غدا يطابو لي ياضك البيضات مزيان صافي الى بغيتو ممكن تزيدو الجبن اه على هاد الحشوة هادي ولكن غيها اكدار اكدار اكدجيل دي ديال بزيف زف هاد الحشوة هادي صافي احتكي طيب وك نعود آآ نزيد يعني ما تبقى ديال القصبر والمعدنوس باش يبقى الماضاق دياله باين صافي وغدا نعمر بيها المسمن بالنسبة للعجينة ديال المسمن انا استعملت العجينة عذا نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالها اسفل الفيديو الحشوة بطبيعة الحال يعني كنخليها دائما تتبرد مزيان عاد كنستعملوها بالنسبة العجين العجين استعملت يعني غي العجينة ديال المسمن العادية غيية قدنا نزيد لها شوية ديال لبن وشوية ديال بيكاربونات باش كتتتخدم آآ مزيان يعني لما استعملتوش آآ لما استعملش انا خميرة البلدية كنستعمل يعني لكان عندي البن ولكن استعمل غي البيكاربونات والماء باش آآ باش العجينة يعني كتباش هاد دقيق هذا كيتهضم سافي هنا دائما انا كنخلط زيت الزيتون مع شوية ديال السبدة لان هاد المسمنات هادو نطيبهم في الفرن وكرش بشوية بالقليل من السميدة سافي كنورقوهم مزيان هاد المسمنات هادو كيجي مورقين ومقرمشين بزاف يعني آآ خاصة ان الطريقة ديال الطهي تشاركت معكم مش حل من مرة يعني كنرفعو الدرجة الحرارة في الاول حتى كيتحمرو مزيان وعاد كننقصوها باش آآ يعني في الاول مثلا آآ كن نريقليو يعني الفرن على ميتين اورو وعشرين درجة ومن بعد نقصوه آآ المياه وثمانين باش كيت آآ يعني كيطيبو احتمل داخل وكيجيو مقرمشين ما نحتاجوش لاندهنوهم لب ضيد لوالو يعني لابغينا لابغيناهم يجيو مقرمشين اما لادهنوهم بالبيض با ما كيجوش آآ مقرمشين كيف ما إلى خلينا دهنوهم بغيب شوية ديال السبدة هنا آآ الشكل الاول يعني ممكن تستوهم تماما يعني متبنش لنا الحشوة بالمرة او كتبينو الحشوة بالنسباها هنا إلا بغيتوا تزيدو الجبن يعني حتى كتحطو الحشوة في المسمن عاد كتزيدو شوية ديالجبن من الفوق صافي هنا في الواسط غدا نحاول نوضع واحد نصف زيتونة يعني نقطع الزيتون نوضعو الزيتون ايه لابغيتو وسينو كتخليو مغي هكتك وكتضغطو مزيان باش ميتحلوش ليكو صافي وغدا ندخلهم يتحمرو مزيان وهدو آآ ممكن انهم يبقوا مقرمشين يعني تلا خلينا محتل الغد ممكن يبقى مقرمشين هنا بالنسبة الكيكا اللي غدا نحضر نحضرها باللبن وسميدة السميدة الخاصة بالحلويات او سميدة اللي كنستعملو بها الحرشة هنا غدا نستعمل في الاول ثلاثة ديال كيسان دياللبن وغدا نطحن معاهم هنا التمر تمر كيبقى على حسب الضوء ديالكم انا قطعت تقريبا عشرة ديال التمرات وانتم على حسب الضوء ديالكم غدا نطحنهم زيان ومن بعد عاد غدا نزيد آآ تقريبا ربع كاس ديال الزبدة او ربع كاس ديال زيت الزيتون الى ما كتستعملوش الزبدة صافي هنا غدا نوضع السميدة ديالي احتى هي ثلاثة ديال الكووس يعني الثلاثة ديال الكيسان وكاس هنا ديال آآ لوز مهرمش محمار ومهرمش كيعطيو حد لده جميلة بزاق وهد الديدة مزاف عفون وهناس تعملت ماء الزهر الى عندكم يعني انا استعملت غيء الروح ديال الزهر سينوت قدروا تستعملو يعني نصف كاس ديال الزهر العادي مو المعلى حسب ضوء ديالكم ولا كتستعملو بالمعلقة هنا كيف شفتور اني وضعت واحد الملعقة ممسوحة كيف العادة يعني ممسوحة ديال بيكربونات نازدها في الكاس حطيتها فاضلية لان لان التفاعل كيتم يعني كت البيكربونات كتتفاعل مع الحموضة يعني اي حاجة فيها حامضة وما كيجيش لنا المادقة ديالها بالمرة إلا استعملناها قليلة واستعملناها بمعاشي حاجة حامضة كيجينا الكيكا يعني اه شيشة وارطبة وكترتافع نصف في زبت هاداك الكاس ديال اللبن مع البيكربونات خلط مزيان وغدا نوضعه هنا للأسف مبقاش هي الوقت باش نوريكم باش سقيتها اه غدا نقول لكم غيشة فاويا ان شاء الله نعاون نشاركها معكم ميلا كتب الله اه كنسقيها اه كناخد يعني واحد كسرنا كنسخن فيها شوية ديال الماء كاس تقريبا ديال الماء وصافي مني كيسخن غيكي يسخن ماشي يعني كنطيبو يعني غيكي يدفع كنزيدو لي واحد يعني لحسب دوق ديالكم انا استعملت العسل الحر اه صافي وكنسقيو بهاد الكيكا هادي مني كتخرج من الفرن وكن ارشوها بشوية ديال لوس كجلدي ده بزف هاداك القطر اللي كنا ندير يعني غيب العسل الحر كنزيد فيه حتى شوية ديال المزهر موهم المزهر كتضوزيو يعني كتعله حسب دوق ديالكم يعني لكان كيعجبكم المزهر ممكن تكتروا منه المزهر كيتواتم على اللوس كيزين ملاق ديال هرائع جدا اذا بغيتو ممكن زيدو حتى شوية ديال القرفة الى كانت كتروا بالنسبة للفرن كان درجة ديال الحرارة دياله مياء وثمانين بشتبتها بك فيها من ان شاء الله يكونوا الوصفات ديال اليوم اعطوكم افكار لتحضير وجبة الفطور واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة